موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم ما بعد المونديال في قطر انطلق الموندياليتو في المغرب أندية عالمية حطت الرحالة في المملكة قصد المشاركة في هذه التظاهر الكروية الكبيرة التي ستلعب بين الرباط وتنجى افتتاح خطف الأنظار وتنظيمنا للإعجاب المغرب يعول على نجاح هذه المسابقة كي تكون بروفا لأحداث أخرى إفريقية وعربية ودولية يطمح إلى تنظيمها مستقبلا الوداد الرياضي يمثل المغرب من حيث البلد المستضيف وهو سفير الكرة الإفريقية في البطولة لأنه ببساطة بطل دور أبطال إفريقيا للحديث مشاهدين الكرام عن أخبار وكواليس كأس العالم للأندية وكذلك مستجدات الوداد نسعد باستضافة الدولي المغربي السابق وكذلك الإطار الوطني خليد غريشات سي خليد مساء الأنوار مساء خير وشكرا على الاستضافة مرحبا سي خليد بداية نهضر شوية لكأس العالم للأندية كيف تبعت الافتتاح قبل أن نتحدث على المستوى الفني للبطولة خليد الافتتاح كان في المستوى العالمي كما شاء الجميع الافتتاح للنسخة الموندياليتو كان في جميع الدول والجميع المنابر العالمية شي يدوب هذا الافتتاح عالمي درجة المغرب كانت ضم جوجة للنسخة ولكن هذه النسخة دفروا على النسخة السابقة دونك هذا الافتتاح ولا تشريف دي الكورة المغربية غير يعطيه واحد نطبع كبير للكورة المغربية ما شي غير كوروينتات نظيميا يعطيه واحد دور كبير لجميع الدول باش يعرفوا ان المغرب ماشي غير كورويا حتى تنظيميا والحمد لله هاد الزنفرستركتور اللي عادي كيتوفر بيها المغرب لا ملاعب ولا فنادق ولا مرافق ريادية يعني دكشي في عالمي من هاد الملبر مشكورين الناس اللي نضموه على رئيس الجامعة السياة الأقجاع وجامع اللامن القريب والبعيد اللي قام بالعمل باش يمثل المغرب فأحسن سمسين وهاد البطولة السيخالد هي كما كيعرف الجامع المغرب حصل على التنظيم دياله في وقت قياسي إنه ما بين كأس العالم وبداية كأس العالم الأندية مشي وقت كبير ولكن ربما خبرة المغرب في تنظيم هكذا أحداث ساعته باش ينظامات الحديثة طبعا المغرب رغم الفطرة اللي خدا فيها السمسوة لكن المغرب كان مجد لأن المغرب كان ديجا كان كي يحط الترشيح دياله وماشي غير كأس العالم تقريبا هذه أربعات المرات ولا خمسات المرات ما كناش كان في الأول كان حطوه في السمسوة لكن حاليا كان الملاعب في المستوى مرافق وفوناديق وجميع الإمكانيات اللي كتطلبها الفيفا وفرها المغرب في هذا التنظيم وهي فرصة سي خالد باش ربما المغرب يبين الإمكانيات دياله لأنه يطمح بقوة للحصول على الكان السابع المقبل فيما يخص كأس الأمم الأفريقية ولما لا أحداث أخرى نعم في المغرب أخذوا واحد إشعاع وجميع الناس الكافدة أخذوا واحد نقاط كثيرة خصوصا الناس اللي عندهم البودية لهم في الأفريق دونك المغرب أخذوا واحد نسبة كبيرة باش ينضم كأس أفريقيا ونتمنوا يأخذ هالمغرب إن شاء الله ونكونوا في المستوى إن شاء الله بالنظر إلى المستوى الفني الخاص بالبطولة تابعنا المباراة الأولى التي جمعت الأهل المصري بأوكلاند سيتي من أوكيانوسيا طبعا فريق الذي يمثل بطل أوكيانوسيا ربما دائما حضور في هذه البطولة مستوى تحسن من نسخة إلى أخرى والذي كان أسقط المغرب التطواني كنت تذكر في 2014 ولكن ربما هذه المرة استدم بأهل كبير بأهل عملاق ساحقه بثلاثية كيف تعلق على ذلك اللقاء رقاء الافتتاح كان في المستوى تقنيا كان في المستوى فريق الأهلي الممثل الثاني الممثل الثالث دي الفرق العربية ديجا هو كان شارك تقريبا شي سبعة نسخات ديال سميته وديجا كان مثل أفريقيا أحسن تمثيل عنده فريق في المستوى اللقاء كان لا تاكتيكيا ولا تقنيا ولا كان الفريق الأهلي ديينه القوة ديينه واستحق العالمة التالية وباش نكون صراحين سي خالد ربما تابعنا الأهلي لعبة بواقعية منذ انطلاق المباريات منذ انطلاق المبارات لعبة بواقعية كبيرة جدا فريق الأهلي كما يعرف الجميع فريق محترف فريق عنده جميع وكيمتاز عنده لعبين في المستوى أنا تابعته ما شي غير هذا اللقاء تابعته لقاءات سابقة فريق الأهلي كيتوفر على واحد اللعبين اللي يقدروا يفوزوا بهذا وعنده الحضور ديروا باش يفوز بهذا اللقاء أكيد الحديث عن الأهلي المحظوظ لماذا أقول محظوظ؟ لأنه ربما يشارك في نسخة تنظم بالمغرب لو نظمت في بلد آخر لن يكون الأهلي حاضرا لأن الوداد هو بطل إفريقيا فريق الأهلي محدود كما قلت محدود لأنه قديمت إفريقيا الفريق الثاني ولكن اللي استغربت ألا هو أن الجماهر المصرية يكي ما طبيعيش على الموافقش على المشاركة دي الأهلي ولكن الأهلي في اللقاء الجماهر المغربية شرفات وشجعات وشجعات الفريق الأهلي كما أنه يلعب في مصر يعني الجماهر المغربية الجميل الجماهر المصرية لشجع الفريق الوطني في الأكب ديموت أكيد وتبعا الحضر الكبير لإعلام المصري هنا في طبعا الرباط وكذلك طنجة نمر إلى مباراة الوداد ما يهمون الوداد الرياضي موعد كبير جدا ضد فريق ربما يختلف عن فلسفة الوداد هو الهلال السعودي كرة الأسيوية تختلف تماما عن الكرة الإفريقية كيف تقرأ مباراة الغد الوداد الأهلي اللقاء دي الغد إن شاء الله يكون دير بعربي يجمع فريقين اللي عندهم عندهم تاريخ لا الفريق الوداد ولا الفريق الأهلي الفريق الأهلي الهلال السعودي عندهم لاعبين دوليين سعودين وعندهم دي بروفيسيونال أجانب أجانب خصوصا من البرازيل في البرازيل عندهم لاعبين في المستوى إلا إلا كن واحد الغيابة طفيفة دي البعض لاعبين اللي أنا رسميين غادي يكون في صالح الفريق الوداد فريق الوداد الممثل دي المغرب عنده جميع الحدود متوفرة له خصوصا الجمهور جمهور غادي لعب بواحد دور كبير غاديش اجعل الفريق الوداد مش يغير جمهور الوداد جمهور المغربية كاملة غدا شاء الله نتمنى ويكون العرس ويكون واحد لقاء في المستوى ونتمنى وفريق الوداد حد سعيد غدا اكيد يعني تابعنا حديث التونسي مهدي النفطي مداري فريق الوداد الرياضي تحدث طبعا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في كأس العالم الاندية رفقة الوداد الرياضي قال بانه ربما يطمح لكي يفوز على الهلال وقال ايضا باننا سنفاجئ الهلال ربما كيف تقرأ هذه التعليقات او هذه التصريحة اي مدرب كي يقول المتمنيات دياله يتمنى انه يفوز عنده يتقفى في الفريق دياله لما لا لان فريق الوداد رب فريق كبير عنده لعيبين منسوش لعيبين دوليين المتلو بعد ثالث خصوصا عطي الله وجبران والحارس تغنوت نشير فقط خالد واسمح لي على المقاطعة غياب المترجي كنا نتمنى يكون حاضر لانه جنح طائر مهم جدا في تشكيلة الوداد طبع المكانة ديال المترجي لا عبر عليها لا عارش انا الغياب دياله اسميتو لا اسميتو ولكن فريق الوداد ولا فريق الفريق المغربي اي لاعب يكون جميع اللاعبين عندهم المكانة ديالهم فريق اي لاعب يدخل سيعطي لبليس للفرقة نتمنى الفريق الوداد لانه المشكلة اللي عند فريق الوداد هو التغيير ديال المدرب وتغيير خصوصا في الهجوم بعد مشال اللاعب بمزا دونك فريق الوداد غير يعاني شوية في الهجوم لانه قلب الهجوم اللي جا جديد باقي ما تأقلم مع الخطة وتال اللاعبين باقي ما تأقلم مية في مية مع الخطة ديال المدرب اللي غادين شوية بشوية باش ياخدوا التاقة ديالهم ونتمنى وعدان شاء الله يكونوا في المستوى اكيد احتى الوداد الرياضي المرحلة اللي مر منها يعني ذهب وليد الرقراقي جاء الحسين عموتة مرحلة قصيرة يعني الوداد تخل في تعثرات ربما خارج الميدان هي اللي اثرات عليه نعم مش خارج الميدان لانه تغير المدرب ولا تغير بعد اللاعبين مش تغير اش واحد تقريبا تغير اذا تكون ديك عشرين في المية ولكن تغير دي المدرب رك عارف اي مدرب يجيب فلسافة ديالو وخصو ربما يعطي اوراق ديالو خصو الوقت باش يطبق دك التعليمات ديالو لالخطة ديالو لانه الفارق الوداد اللي بدأ بشوية بشوية يدخل في المدرب وغادر بشوية ان شاء الله رغم المرتبة دي الفارق الوداد في المرتبة التانية في البطولة باقي غاد يقول الكلمة ديالو ان شاء الله ونتمنى له الانتصار غدا ان شاء الله في اقل من دقيقة سي خالد كيف تنظر لمباراة الغد والتوقع ديالك مقابلة ديالغد اخير كنعرف تقنيا دائما مكيعتوش انا نظر باقي لكن تنظيميا غدا ان شاء الله سنعيش واحد عرس اولا عرس في الرباط تكميلا للطنجة نشوفه غدا ان شاء الله عرس ونتمنى انا من الجمهور الجمهور الدواق الجمهور المغربي يعطي واحد صورة سيرتوف لفلام ما كنتمنىش انه لان احنا كنمثلو دابا المغرب نتمنى وغدا ان شاء الله ما يكونوش واحد نزلاقات ديال ديال الجمهور ويمثلونا سميتون كونوا واحد عرس لقوا واحد تقنيا لقوا واحد لشرف الكورة المغربية بعدد شريف لقام بين منتخب الوطني في كأس العالم ان شاء الله انتفق الخير سي خالد ان شاء الله الويداد شكرا جزيلا ان شاء الله ان شاء الله الاطار الوطني الدولي السابق شكرا جزيلا سي خالد شكرا لكم على الاستضافة تمنى التوفيق لويداد الأمة شكرا لك سي خالد ويضا شكر موصول لكل زملائي الى اللقاء